أمنياً تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين من القاء القبض على سبعة إرهابيين عقب متابعة أماكن تجمعهم تنفيذاً لمذكرات قبض صادرة وفق أحكام المادة الرابعة إرهاباً وذلك بعد ورود معلومات عن وجود مطلوبين ضمن قاطع المسؤولية وأوضح بيان للجهاز أن المتهمين اعترفوا بالانتماء إلى ما يصمى قاطع صلاح الدين والمشاركة في العديد من الهجمات ضد القوات الأمنية والمدنيين وقد تمت إحالتهم على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم